جناء شكتك بقين جناء قوم في لشكتك تيزم ساكنه ساكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة الاستاذ النهاردة معاني خبر مؤسف اتعرضت مصر وبعض الدول العربية من كم ساعة لهزة ارضية قوية جدا زلزال عنيف جدا ضرب تركيا وشعر بسكان سوريا والعراق وفلسطين ومصر ويعتبر الزلزال ده من اقوى الزلازل اللي حصلت على مدار السنين اللي فاتت ضرب زلزال بلغت قوته سبعة وتسعة من عشرة درجة من قياس رختر جنوب لبنان في ساعة مبكرة من صباح يوم لاثنين وشعر بسكان قبرص ولبنان وسوريا والعراق ومصر وكان الزلزال ده خلف وراه العشرات من القتلى والضحايا والجرحة في تركيا وسوريا اضافة الانهيار عدد كبير من المباني واحصار العشرات تحت الانقاض وخروج السكان الى الشوارع المغطاة بالتلج وقال المركز الالماني الابحاث علوم الارض ان الزلزال وقع على عمق 10 كيلو مترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا في حين ان قال المركز الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل انه يجرى الان تقييم احتمال حدوث موجات مادة عملاقة تسونامي واعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان جميع الوحدات والمؤسسات في البلاد في حال التأخب بعد الزلزال العنيف وقال وزير الداخلية التركي ان اخر هزة ارتدادية قوتها ستة واربعة من عشرة درجة بمقياس رختر وضربت ولاية غازي عنتاب وفي نفس الوقت طلب من المواطنين افسح المجال لسيارات الاسعاف وفرق الانقاذ واعلن بالقول نحن في حال التأهب وتم ارسال فرق البحث والانقاذ للمناطق المتضررة والاولوية الان للوصول الى المحاصرين تحت الانقاذ وقال مسؤولين اتراك ان ما لا يقل عن خمستاشر شخص لقوا حدفهم في تركيا جراء الزلزال واعلن حاكم اقليم عثمانية تركي عن انهيار 34 مبنى وفي نفس الوقت قال مسؤول امن تركي ان 17 مبدا نهار في اقليم ديار بكر بجنوب شرق البلال بعد الزلزال ووجود ناس كتير تحت الانقاذ وافاد مراسل العربية والحدث بوجود ضمار في حوالي 130 بناية في ولاية ملاطيا بتركيا وكذلك وجود ضمار في عدد كبير من المباني في البلدان القريبة من الحدود التركية شمال سوريا وقال شهود ان الزلزال استمر حوالي دقيقة وحطم النوافذ وتسبب باضرار مادية وازهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني مدمرة في مدن عديدة جنوب شرق البلال وكان شعر بزلزال سكان اليونان وقبرص والعراق وسوريا ولبنان ومصر وأرمينيا وتلت الزلزال هزات ارتدادية أقل قوة وقالت وسائل إعلامية سورية إن عدد كبير من المباني انهار في محافظة حلب في نفس الوقت اللي قال مصدر في الجهاز الحكومي في حماه إن عدد مباني انهار هناك وقال شهود ان الناس في دمشق وكذلك في مدينة بيروت وترابلس بلبنان خرجوا إلى الشوارع سيرا على الأقدام واستقلوا سيارتهم للابتعاد عن مبانيهم في حالة الانهيار وقفت مصدر طبي بسقوط ثمن قتلى على الأقل في شمال سوريا جراء زلزال تركيا في نفس الوقت اللي قال الدفاع المدن السوري على تويتر إن عشرات الضحايا والأشخاص علقون تحت الأنقاض في شمال غرب البلاد نتيجة انهيار مباني بسبب الزلزال والحد هنا يكون الفيديو خلص على وعد بلقاء جديد وفيديو جديد وخبر جديد سيليم